أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن لشهر رمضان الكريم مكانة كبيرة في النفوس تستثمر في زيادة القرب والمحبة والتآلف وما نراه حاضرا في مملكة البحرين من خلال المجالس الرمضانية التي يتبادل خلالها الناس الزيارات مما يسهم في تقوية الروابط وأواصر القربة مشيدا سموه بما يتمتع به المجتمع البحريني من سمات التآخي والود التي عرف بها وهو ما يلزم ترسيخها في كل الظروف والأوقات جاء ذلك خلال زيارة سموه حفظه الله مساء اليوم يرافقه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة إلى مجالس سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مستهل زيارات سموه للمجالس الرمضانية حيث تبادل سموه التهاني والتبركات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا المولى العلي القدير أن يعيده أعواما عديدة وأزمنة مديدة والبحرين واحة للأمن وأبناؤها رمزا للمحبة والسلام على الدوام منوها سموه بدور المجالس البحرينية في تعزيز قيم المجتمع المتوارثة والتي تؤكد على التواصل باعتباره إحدى العادات التي كرسها الآباء والأجداد ونسير اليوم على نهجهم وخطاهم من جانبهم أعرب سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على زيارته التي تأتي في إطار ما يحرص على تكريسه من عادة سنوية في التواصل والتأكيد على عادات المجتمع البحريني الأصيلة في الشهر الفضيل المستمدة من روح ديننا الإسلامي الحنيف دعين الله أن يحفظ البحرين وأهلها في ظل قيادتها الحكيمة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر